السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات قناتنا أتقن العربية تعلم العربية من الحياة وللحياة هذا شعار قناتنا الذي يجعلني أنتقل للحديث عن شيء مهم كل إنسان يفتح قناة على اليوتيوب أو يفتح مجالا في وسائل التواصل ستأتيه كلمات ستأتيه اقتراحات ستأتيه كثير من الأمور التي تنبع من عقول تريد أن ترى ما يناسبها ولا شك أن هناك تعليقات مفيدة ولكن هناك تعليقات تتدخل في عمل الشخص هذه القناة أيها الإخوة والأخوات هي قناة دردشة قلتها أكثر من مرة وسأعيد كل مرة هذا التوضيح لأنه يوجد أشخاص يأتون جددا ويشاهدون ربما مقطع فيديو فلا يعرفون هذه القناة ما الهدف منها هذه القناة ليست قناة تعليمية بحتة ليست قناة مدرسية هي قناة أعبر فيها عن رأيي أنا في كيفية الحديث باللغة العربية أتحدث كأننا نجلس في مقهى كأننا نجلس في حديقة كأننا ندردش ونحن نتمشى في شارع من الشوارع فالذي يرى نفسه عالما والذي يرى نفسه شخصا يمتلك المعرفة اللغوية القوية ولا تناسب هذه القناة لماذا يأتي إليها؟ يعني لماذا يتعب نفسه بالمشاهدة؟ عندما يأتيني شخص ويقول الفيديو طويل جدا خير الكلام ما قل ودل ويقول أنا أنصح طيب يا أخي أنت أنصح نفسك أنا مقتنع بما أقدم وسأتكلم ساعتين وثلاث ساعات ودقيقة ودقيقتين وثلاث دقائق أنت ما شأنك؟ هل أنا طلبت منك أن توضح لي كيف أعمل؟ كيف أسجل؟ أنا أقول أيها الإخوة من يرى نفسه سعيدا في هذه القناة ويجد أن هذه القناة تحقق له السعادة قبل العلم وقبل المعرفة أن تكون سعيدا وأنت تستمع إلى هذا الحديث اللغوي باللغة العربية الحياتية نحن نحاول في هذه القناة أن ندمج بين القواعد والاستعمال اللغوي بعضهم يأتيني ويقول لي أنت لم تضع حركة على كلمة من الكلمات صحيح الأخطاء أولا هذا أسلوب يعني لا أعرف ماذا أقول عنه ومن منا يسلم في حديثه من أن يقع في خطأ في تشكيل في كلمة هذا ليس كفرا هذا ليس كفرا هذه لغة يتكلم بها الإنسان يخطئ أحيانا يصيب في أحاين كثيرة ولكن لا نجعل المسائل البسيطة كأنها قضية كبرى يعني اكتشفناها هنا دردشة هنا دردشة لغوية فصيحة مرتبطة بالحياة أحيانا أتكلم بقصص من الحياة أحيانا أتكلم بمواضيع عن كيفية استعمال جملة من الجمل أحيانا عن كيفية استعمال كلمة من الكلمات عن معنى كلمة من الكلمات أعيد وأكرر أنا هنا أعبر عن رأيي أعبر عن فكري عن طريقتي فمن تعجبه هذه الطريقة أهلا وسهلا به ومن لا تعجبه لماذا يتعب نفسه بالمشاهدة اليوتيوب فيه قنوات كثيرة في جميع الميادين في اللغات وفي الحياة وفي الجد وفي الجد وفي الهزل وفي اللهو وفي كل شيء وفي السياسة وفي الاقتصاد فأنت يعني لماذا تتعب نفسك بمشاهدة قناة ترى أنها تقدم شيئا طويلا مملا إذا كنت تملي ماذا تأتي أنا أقول لكل شخص لا تناسب هذه القناة أنصحك أن تغادر فورا احذف القناة حذفا نهائيا يعني بعض الأشخاص يقولون اشتركوا لا أنا لا أقول اشتركوا ولا أقول إذا كانت القناة تعجبكم تابعوا ليس قناتي وحدها جميع القنوات أنا عندما أريد أن أشاهد شيئا أشاهد الشيء الذي يسعدني قبل أن يعلمني أبحث عن راحتي إذا ليس فقط في القنوات في الحياة أختار ما يسعدني الله أعطاك القدرة على الاختيار لماذا أنت تجلس وتتكلم لا تعلق أنا أقول لك لأنني لا أقبل أقبل التعليق الذي يكون مثلا سؤال أما تعليق يقول لي كيف أصنع وكيف أنا لا أريدك أن تقول لي أنا مقتنع بما أقدم مقتنع بما أفعل سعيد بما أفعل أنا هذا الشيء الذي أفعله أفعله لإسعاد نفسي لأنني أجد الراحة وأنا أسجل مقطعا وفق ما أريد هذه القناة هذه القناة أعيد وأكرر المبتدئ لا تناسبه الشخص المبتدئ الذي يجد نفسه لا يفهمه اللغة العربية بجملها لا تناسبه لماذا يضيع وقته لا تضيع وقتك أيها المبتدئ ولا تقول لي ما فهمت عليك شيئا ما فهمت اترك هي تناسب المستوى المتوسط والمستوى المتقدم وتناسب أيضا من يحب أن يشاركنا بمواضيع الحياة الحياة الاجتماعية الحياة التي نعيشها واللغة تعبر عن هذه الحياة هذه هي الغاية من هذه القناة هي دردشة لغوية فيها القواعد مدموجة بالكلام لذلك أقول دائما شعارنا تعليم العربية من الحياة أي نأخذ الجمل من الحياة ونعيدها إلى الحياة عندما نريد أن نتكلم هذا هو الشعار هذا هو معنى فأتمنى من الأشخاص الذين يرون القناة مملة ليست مفيدة أن لا يضيع وقتهم هنا لأن وقتهم ثمين وأما الأشخاص الذين يعرفون الغاية من هذه القناة وهم ما زالوا معي وهم كثر هم الأكثرية الحمد لله الأكثرية هم الذين فاهموا ما أريد وأقرأوا تعليقاتهم وأجدهم قد عارفوا الغاية من هذه القناة فمنهم من يقول جيد أنك تتحدث في مواضيع اجتماعية منهم من يقول لي أنا سعيد أو أنا سعيدة في هذه القناة لأنني أجد مواضيع ونصائح تتعلق بالحياة التي نعيشها فليست القناة مركزة فقط على تعليم القواعد على تعليم هي تتحدث بمواضيع حياتيها هؤلاء يقول لهم مرحبا بكم وأهلا وسهلا وإن شاء الله نستمر معا في تطوير هذه القناة وتوجد قناة أخرى كما أقول دائما هي قناة العربية من الكتب والأخبار أيضا تلك القناة مناسبة للمستويين المتوسط والمتقدم وللناطقين ولغير الناطقين بالعربية لأننا نأخذ نصوصا من الأخبار ونصوصا من الكتب ونشرحها هذه المقدمة أردت أن أقولها ونبدأ اليوم على بركة الله مع معاني الفعل دبه الفعل دبه إذا أردنا أن نعرف معنى الفعل دبه فمعناه ما شاء ببطء دبه يدب دبيبا دبيب المصدر إذن كلمة دبه ما شاء ببطء والمصدر دبيب وإذا أردتم جملة نستعملها دائما في اللغة العربية وصفا للذات الإلهية وصفا لله تقول العبارة إن الله يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء أي إن الله يعرف أدق وأصغر الأمور حتى إنه يسمع دبيب النملة مشي النملة البطيء في الليلة لونها أسود وتمشي في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء الصخرة الصماء التي لا تتحرك ولا تسمع ولا تمشي هذه هي الصخرة الصماء والله عز وجل يسمع صوتها ويراها هذا هو الله فهنا استعملنا المصدر وكلمة دب تستعمل كثيرا مع النمل دب النمل أي مشى رويدا رويدا يعني مشى ببطء ودب القوم تستعمل عندما يمشي القوم ببطء كانت تستعمل عند العرب في الكتب التراثية دب القوم إلى عدوهم أي انطلقوا لمواجهة عدوهم ومشوا ببطء هذا معنى دب القوم وكل ما يمشي على الأرض يدب لكن المعنى صار يدل على التبيب على المشي البطيء ولذلك يبدأ الطفل يدب على قدمه عندما يبدأ بالمشي شيئا فشيئا بدأ يدب أي بدأ يمشي ببطء ثم ينطلق بالمشي والركض أيضا وأحيانا نرى استعمال الفعل دب والمصدر وأحيانا يسبق المصدر الفعل كما في المثال الآتي وبدأ دبيب الشك يدب في قلبه هذه كلمة مجازية بلاغية وبدأ دبيب الشك يدب في قلبه مثلا أنت شخص تنتظر اتصاله لا يتصل تنتظر أن تسمع منه شيئا خبرا لا تسمع فيبدأ تخاف عليه تظن أنه قد حصل معه شيء فيبدأ دبيب الشك دبيب الشك هنا ما المعنى الشك هو عكس اليقين يعني عدم اليقين هذا هو الشك دبيب الشك أي الإنسان يبدأ رويدا رويدا بالشك هل حصل معه حادث هل مرضة هل غضبة هذا دبيب الشك شيئا فشئا يدب يتحرك هنا بمعنى يتحرك في قلبه بدأ دبيب الشك يدب في قلبه عندنا تراكيب لغوية عربية استعملت معها دبيب مثلا دبيب النمل لأنه دائما عندما يريد الشخص أن يتحدث عن حركة بطيئة فيشبهها بدبيب النمل أي بحركة النمل البطيئة وبدون صوت هذا هو المعنى مثلا بدأ المرض يدب في جسده كدبيب النمل ثم انتشر في جسمه كله هنا كناية عن بعض الأمراض التي لا يشعر بها الإنسان مثلا مرض السكري هذا المرض لا تشعر أنه يتحرك في الجسد ويريد أن يقضي على بعض أعضاء الجسد مثل القلب، العين، الرجل، فهو يدب دبيبا، دبيبا، ثم فجأة يضرب مثلا القدم، ويصبح عندنا مرض أداء القدم السكرية، أو يضرب العين، ويضرب الشبكة، شبكة العين فربما يصاب الإنسان بالعمى، ربما يصاب بجلطة قلبية، هذا المرض السكري كان يدب دبيبا في جسد الإنسان كدبيب النمل هذا التركيب استعملنا معه دبيب، ويمكن أن تستعملوا مثل هذه الصورة في جمالكم، في كتاباتكم أيضا دب الخلاف بينهم دب الخلاف بينهم أو بينهما مثلا، بعد أن عاشا حياة طويلة من السعادة، دب الخلاف بين الزوج وزوجته بسبب أشخاص من خارج الأسرة، فحصل الانفصال بينهما هنا دب الخلاف أي وقع، حصل الخلاف، بمعنى حصل الخلاف ووقع الخلاف دب الشك في قلبه، ذكرت لكم دبيب الشك، وهنا دب الشك، الفعل دب الشك في قلبه بعد أن تأخر ولده بالمجيء إلى البيت يعني تحرك الشك والخوف في قلبه على ولده لأنه تأخر عن الوقت المعتاد في وصوله إلى بيته دب الحسد في قلوب معارفه بعد أن رأوه ناجحا في حياته، سعيدا في حياته عليه آثار النعمة هنا يعني تحرك الحسد في القلب بدأ الحسد في قلوب من يعرفونه من أصدقائه من جيرانه بعد أن رأوا يعني ليس في قلوب كل أصدقائه وليس في قلوب كل جيرانه في قلوب من يكرهه من الأصدقاء الذين يشعرونه أنهم أصدقائه ولكن هم في قلوبهم لا يحبونه فهؤلاء يدب الحسد في قلوبهم عندما يرون النعمة قد حصلت عند صديقهم هذا أخطر شيء، انتبهوا إلى الأصدقاء الأعداء الذين يظهرون لكم الودة وقلوبهم تغلي كالمراجل حسدا عليكم ويدب الحسد في قلوبهم وأنتم لا تدرون ولا تعرفون لكن فعالهم تكشفهم الآن سأنتقل بكم إلى أساليب عالية يعني أمثال عربية شعر عربي وردت فيه كلمة وردت فيها كلمة دبه مثال هناك مثل عربي يقول إذا رأيت شخصا يكذب كثيرا ولم ترى مثله كاذبا في الحياة فيقال إنه أكذب من دب ودرج هنا يقال منهم من يقول إن معنى هذا القول هو إنه أكذب الصغار والكبار يعني لا يوجد صغير يكذب مثله ولا يوجد شيخ كبير يكذب مثله ومنهم من يقول إنه أكذب الأحياء والأموات وهنا دب بمعنى مشاء فيه الحياة ودرج بمعنى أنه انقضى وفات وماته إنه أكذب من دب ودرج أحيانا تجد الآن شخصا يتكلم عن الدين ويتكلم عن حبه للمسلمين وخوفه عليهم وأنه ناصر لهم وأنه يريد أن يكون مع الضعفاء والمظلومين وما هو إلا تاجر يتاجر بكل شيء فيقال عنه إنه أكذب من دب ودرج يوجد بيت شعر يقول زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا زعمتني أي قالت إنني شيخ وظنت أنني شيخ كبير هارم وكبير في العمر ولست بشيخ أي لست كبيرا لأنني أمشي على قدمي مسرعا إنما الشيخ الهارم هو ذلك الذي يدب دبيبا الذي يمشي ببطء ولا يستطيع أن يتحرك مثل الشباب وهناك أيضا يعني يبين لنا يبين لنا أن دب تعني أحيانا معنى الشخص الذي يصبح شيخا ولا يستطيع أن يمشي بشكل جيد فيقال عن الشخص الذي يفعل فعلا من الأفعال ويستمر بفعله يقال عنه مازال يفعل هذا الفعل منذ مشى إلى أن دبه يعني منذ بدأ بالمشي إلى أن أصبح يمشي ببطء لأنه صار شيخا كبيرا أي منذ الصغر إلى الهرم منذ مشى إلى أن دبه دب الرجل على العصى أي صار يستعين بالعصى في مشيه فلا يستطيع أن يمشي بقدميه دون مساعدة العصى دب بين القوم بالنمائم يعني صار ينقل الأخبار السيئة بين الناس النميمة ينقل النميمة من إنسان إلى آخر يتحرك لعندما نقول دب بين الناس بالنمائم أي أنه يتحرك بنقل الأخبار السيئة من إنسان إلى إنسان يعني يذهب إلى هذا الشخص ويقول له صديقك الذي تظنه صديقك قال عنك كذا وكذا وكذا ويذهب إلى الشخص الآخر ويقول له ذاك الشخص الذي رأيته الذي تحبه تكلم عنك بالسوء هو يقول عنه دب بين القوم بالنمائم والآن سأختم بمقطعين مختارين من نصوص أخذتها من مجلة الرسالة وهي مجلة أدبية مشهورة المثال الأول يقول ظلت هذه الثورة بروعاتها وجلالها عامين كاملين ثم دب إليها داء الشرق المستعصي على الدواء داء التفرق إذن هنا الكاتب يصف ثورة مصرية جرت قبل سنوات كثيرة ويقول إن هذه الثورة استمرت عامين سنتين لكن دب حصل حدث فيها داء الشرق المستعصي يقصد به ما يحصل في دول الشرق داء الشرق المستعصي على الدواء يعني الذي لا يعالج وهو الخلاف والحسد أي أنه ترى أناسا يريدون شيئا عاليا يريدون شيئا قيما ثم ما يلبثون أن يختلف ما بينهم وينتهي الأمر إلى الفشل فهذا يسميه داء الشرق المستعصي أي أنه مرض لا يمكن علاجه وهو أن الخلاف دائما يحصل بين الناس في هذه المنطقة في هذه المنطقة النص الثاني أو المقطع الثاني المختار من نص آخر يقول وقد عاش الشاعر قرنا كاملا وإن كان الوهن قد دب إليه في أواخر عمره هنا يصف الكاتب حياة شاعر من الشعراء وأنه عاش مئة عام قرن يعني مئة عام عاش فيه بالمتعة واللذة والحياة السعيدة ولكن دب إليه الضعف الوهن الضعف وجاءه الضعف بسبب بلوغه عمرا طويلا في الحياة فأصبح جسمه ضعيفا لا يستطيع الحركة ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله قبل أن يأتيه الوهن والضعف الذي جعل حركته بطيئة وكانت هذه آخر أيام حياته هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم أشكر لكم متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة